لعشوة لكاني اللي يقصر كلمة لأسد السيوفي بقى انا حتة بيت صغيرة مفعوصة زيك ترفض انها تتجوزني اهلا بيكي في جحيمي يا جميلة الأسد المكان ده هيكون جحيم ليكي طول حياتك من هنا ورايح انت بقيت بتاعتي وملكي اعمل فيكي اللي يعجبني بقيت جميلة حرم أسد السيوفي حرم عليك انت عاوز مني ايه قلتلك مليون مرة انا لسه صغيرة على الجواز وانا مش عايز اتجوز انا عايز افضل عيشة الوحدي وكمان اشتغل واصرف على نفسي انا مخاف منك قوي انت عايز مني ايه طلقني يا اهلا وسهلا حبيبي الحلوين كل متابعين قصص وحكايات ايمان وحشتوني قوي قوي من الكصة اللي فاتت جاي النهاردة وكالعادة جايب لكم كصة جديدة بوم متأكدا انها اتعجبكم قصة ضرب نار من اجمل الروايات اللي ممكن تشوفوها يلا بسرعة قبل ما نبدأ قصة النهاردة عايزكم تصلوا على النبي وكمان تشجعوني باللايك علشان استمر وانا اذلكم الحلقات كل يوم يلا بينا نبدأ حلقتنا بطلت روايتنا اسمها جميلة وهي فعلا جميلة اسمها على مسمى عايشة في بيت بسيط في الصعيد البنت دي مختلفة تماما لانها مش شبه اهل بلدها هي كأنها اجنبية لانها طلعة زي جدتها بيضة وحلوة جدا وزي الامر ولون شعرها اصفر زي سلاسل الدهب كانت على طول مختفية وقاعدة في البيت ما بتخرجش منه تماما كانت دايما بتصحى الفجر وتصلي فردها وكانت بتدعي ربها ان ما حدش يشوفها تماما واتكمل خطتها في الحياة انها تعيش لوحدها وما حدش يعرف عنها اي حاجة كانت فيه سنوي وكانت بتلبس نقاب وهي رايحة المدرسة علشان كده مفيش حد في البلد يعرف شكلها تماما وكانت بعد ما بتخلص صلاتها كانت بتذكر شوية وبعدين تبتدي في شغل البيت وكمان كانت بتشتغل وبتصرف على نفسها بس برضو من وهي في البيت وفي اليوم ده طلعت كل الفلوس اللي معيها والفلوس كلها خلص اتصرفت على الكتب اللي بتشتريها والانترنت وكمان على مصاري في البيت كانت عمالة عدة في الفلوس وهي زعلانة وحزينة قوي كانت بتفكر يا طرها تعمل ايه وهتجيب فلوس داني منين لاخر الشهر جميلة رحت فتحت الباب ولقيتها الست زكية بيكون الخطبة بتاعت البلد الوحيدة اللي تعرف شكلها واللي دايما بتزورها لانها كانت صاحبة ممتها الله يرحمها يا حبيبة قلبي ازايك يا جميلة وانت كل يوم يا بتي بتحلو اكتر من اليوم اللي جابله ما شاء الله ولا حولة ولا جوة إلا بالله العلي العظيم اهلا ازايك يا طنت عاملة ايه تعالي اتفضلك وعدي جوة انا عاملة وقل حلو جوي متأكدا انه هيعجبك وهتجوليلي رأيك في اكلي انا كنت لسه اكلمك علشان تجي وتشوفيلي صرف انت بتجيبيلي شغل المصانع اللي بيسلس لجها وحطها في كياس وكمان الفصولية والحاجات دي بس بصراحة الفلوس بتخلص بسرعة علشان جدي انا عايزاك اتضعفيلي الشغل علشان اشتغل ليه مع نهار علشان اقدر اكفي مصري في البيت شغل الجمر ده نشتغل هجوليه بس يا ربي انا جايلك النهاردة وجايبلك عريس يا بتي يا جميلة عريس النمى ايه ايه موسيمة هجولك هو مين البلد كلتها عرفاه ده ابن عيلة غنية جوي وطلبك بالاسم علشان جدي اكيد هتوفجي لا انا جلتلك قبلك ده انا مش عايزة تجوز انا عايزة جعد في البيت هنا ومحدش يعرف عني اي حاجة انا كل اللي عايزها السطر والصحة وراحت البال انا متجوز لا مش عايزة جواز واني جلتلك قبلك ده يا خلا زكية ما تجو ليليش اني جايبالك عريس لاني مش هتجوز طول حياتي هفضل جعد اهني في بيت اهلي اللي يرحمهم مش كفاية الوحدة اللي اني فيها وبعد خمس ساعات تقريبا والست زكية راحت للعريس وكانت عايزة تتكلم وكانت مخدودة منه جدا ومن نظراته لانه قاسي قاسي وقوي جدا وجبار اسد السيوفي ها قليلي جلتلكي العروسة اكيد طبعا موفقا تتجوز اسد السيوفي واحدة زيها هتتجوز من اغنى اغنياء البلد ها 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 هقول لك انت برضو كل واحدة يعني في الدنيا اكيد هتتمناك اللي يشوفك يتمناك على طول ياسي اسد بس بصراحة يعني انا مش عارفة اقول لحضرتك ايه انا فتحتها بصراحة في موضوع الجواز لكن هي رفضت انا اذفة بس رفضت والله وجلت انها مش عايزة تتجوز هي مرفضتكش بالقسم قطع كلامها صوت صريخ وهو بيقول بتقولي ايه معقول بجى فيه واحدة على وش الدنيا تقدر ترفض اسد السيوفي ولا عش ولا كان اللي يقدر يرفضني حلو جوي الكلام ده انا بجى اعرف اجيبها لغاية عندي وخليها كمان تركعلي وتبس رجلية علشان اتجوزها في مكان مقطوع تماما كان واقف اسد السيوفي وكان بيشرب السيجار بتاعه وهو متعصب على الاخر ورجالته التلاتة وقفين قصاده بينحنوله بكل خوف وكان بيقول بصوا بجا البت اللي اسمها جميلة دي انا عايزكم تجيبوها ليهنه وعايزها صاغ سليم انا اللي هعمل فيها كل حاجة واني بجى هعرف اتصرف معاها وعرفها مين هو اسد السيوفي اللي يترفض ماشي هاني هعرف اوريك وربيك يا جميلة شكلك كده نقصر بايا هم قلولي يا رجالة هو انتو تتوقعوا ان في وحدة ست على وجه الدنيا ترفضني ها لا مستحيل يا سيه اسد معجول في وحدة تتجرأ وترفض اسد به دي انت سيد الناس وسيد الرجالة كلاتها هاني مش هسيبها البت دي هاني بجى اللي اخلص عليها عشان تكون عبرة الامثالها ششششششش اسد به السيوفي ما سمح لكش انك تتحدد يبقى تخرص خالص وتكتم بجك ده بدل ما تشوف اني هعمل فيك ايه وخلص عليك دلوقات مش عايز اسمع منك ولا كلمة العملية دي لازم تتنفذ النهاردة بالليل لازم تروحوا تجيبوا هالي لغاية عندي واني باجة هعرف اتصرف معاها جميلة بنت المركوب دي يلا كلكم اتحركوا وتجهزوا لي العملية من دلوقات علشان بالليل اللي اسمها جميلة تكون عندي هنه وانروح لي جميلة وهي قاعدة في قدتها بتتفرج على الافلام افلام الانيميشن اللي هي بتحبها وكانت بتتفرج كالعادة على الروايات بتاعت ايمان اللي هي بتحبها وكانت منسجمة تماما وكانت بتحلم جواها بفرس الاحلام اللي يجيلها على الحصان الابيض وكانت بتصرح في ملامحه وبتتخيل يا طرح هيكون شكله ايه ياه انتي صوتك حلوة قوي يا ايمان انا بحب اسمع صوتك دايما بصراحة كل روايات هتجنن انا بجد ممكن اعيش قصة حب زي القصص الجميلة دي ويكون في شخص يحبيني قوي كده ويتحدى العالم ويعمل المستحيل علشاني ياه بحلم باليوم دا هفضل لغاية امتى عيشها الوحدي في البيت دا وبعدين جميلة حست انها عوزت نام وفعلا نامت وغرقت في النوم تماما وكانت بتحلم بفارس احلامها وبالحصان الابيض وفجأة وهي نايمة فتح الباب شخص ملسم ونط من شباك قدتها وكان ماشي في القوضة بيتسحب بالراحة وحدة وحدة علشان جميلة ما تحسش بيه وهي نايمة ومش حاسة بحاجة الشخص الملسم دا طلع من جيبه منزيل وفيه منوم وحطه على مناخرها علشان تشمه وتروح في النوم وما تحسش بأي حاجة تماما وبعدين شالها ورميها في العربية وبعدين اخدها للمكان اللي المفروض تكون فيه مع اسد السيوفي مرمية في الارض زيها زي اي لعبة لانها شبه العرائص اللعبة بالزبط كانت جميلة قوي وملامحها حلوة قوي حتى وهي نايمة جميلة كانت نايمة وما كانتش حاسة بأي حاجة بتحصل حواليها ومش حاسة تقريبا انها تخطفت خلاص يا اسد بيه المهمة تمت بنجاح هي جوة دلوقات وموجودة ومتربطة وكله تمام يعني بجت ملكك وبتاعتك تقدر تعمل فيها اللي انت عايزه يا اسد بيه اسد كان فرحان وكان مبسوط جدا لانه اخيرا جابها وهينتقم منها اخيرا جتيلي يلي اسمك جميل انت لازم اعرفك من هو اسد السيوفي اكيد حتت بيت مفعوصة ولا لك اي لازمة علشان اجدها نلازم اعرفك كويس جوي من هو اسد السيوفي وفعلا دخل عليها الباب وكان متشوق علشان يشوف شكلها بس من جوها كان غضبان منها تماما وكان عايز يعمل فيها ابشع الاشياء علشان ينتقم منها واول ما قاعد جنبها علشان يبص على ملامحها فجأة اتصدم تماما وهي كمان اتصدمت اول ما فتحت عينيها لانهم شافوا جميلة اتصدمت اول ما لقيت نفسها في مكان غريب وشخصها غريب كان مقرب منها اما اسد اتصدم تماما اول ما لقاها بالجمال ده ايه ده انت عايز مني ايه انت ملكش دوابية هواني اللي جابني هنا اني كنت هناك كنت في قدسي وبعدين حسيت كأني بتخنق حد بيخنقني وبعدك ده سحي دلوقيت مش حسة بحاجة هواني عايز مني ايه رجعني لبيت اني فجيرة وعلى قد حالي ايه اني معيش فلوس اتجهلك علشان تحل عني اني مش عايز منك فلوس ومش عايز منك اي حاجة اهاني بجا عايز اخد منك حاجة تالت وامتلت طبعا انت ما تعرفيش انا مين اني بجا اكون اسد السيوفي وانا اللي طلطت ايدك للجواز وانت اللي رفضتي علشان كده انت اللي تستحملي استحملي كل اللي هيحصل فيك الفترة جاية اني محدش في الدنيا يقدر يرفضني ليه يعني حضرتك مثلا جاين بدور مهند في العشق الممنوع بقول لك ايه ملكش دعوة بي اني عايز اروح البيت هو انت جايبني هنه ليه اني مليش صالح بيك او معرفش عنك حاجة وبعدين قول ليه ايه والجواز بالعافية اني بجا مش عايز اتجوز ولو انت اخر رجل في العالم برضو مش هتجوزك اني حرة هو ايه الجواز بالعافية بالغزب خليك في حالك او ملكش دعوة بي واتفضل افتح لي البيت ده خلينا امشي من هنا وما تجيبنيش هنا تاني ومن جلك بجا يا حلوة اني دخول الحمام زي خروجه اني في البداية كنت بتعامل معاك بالراحة اول ما شفتك قلت شكلك رجيجة ومش عايزة تتعملي بعنف لكن بصراحة تلامك طلع حاجة تانية خالص واسلوبك اللي زي الزفت بجلك ايه انت تخرصي خالص ومش عايزة اسمع حسك تاني انت هتفضلي هنا حشرة مرمية في الغرفة دي لغاية ما شوفها عمل فيك ايه والله خلاص منك وارتاح يا غبي يا متخلف هتسبني هنا هاني خايفة المكان ظلمة جوي يا عمل قلبه والنظر يا غبي يا حلوف عمل ايه دلوقت هاني خايفة جوي المكان يخوف طب عمل ايه هو الثاني يقطعه يعمل ايه بس يا ربي طب انا هخرج من هنا ازاي ربنا يستر هاني بخاف جوي هم الأماكن الظلمة والمكان دي شكله يخوف جوي جوي انا عارفة جواز ايه دي اللي عايز يجوز هون يا غزبنا عني وامري ما شفني اصلا ولاني كمان امري شفته وفجأة وهي واقفة ابتدت تحس ان فيه حاجة بتتحرك جنبها واول ما بصت على الحيطة لقيتها حشرة كبيرة كانت ماشية اتجاه جميلة فجأة جميلة فضلت تسرخ بقى على صوت لانها عندها فوبيا من الحشرات وكل ما بتشوف سرصار ولا اي حشرة بتفضل تسرخ جامد جدا وبتخاف منهم قوي وجسمها بيترعش جامد قوي الحاجوني الحاجوني فضلت تسرخ بقى على صوت وفجأة سمع دخل اسد وضرب الحشرة وواعت على الارض اما جميلة كأنها لقيت منقذها طلعت تجري عليه وكأنه الحضن الحنين اللي متعودة ترتريمي في حضنه دايما اول ما تخاف انا مش عارفة اشكرك ازاي الحمد لله يعني اني جدافة امان خلاص الحشرة مادت الحمد لله مش عارفة اقول لك ايه اصلا اني كنت خايفة جوي انا عندي فوبيا من الحشرات اول ما بشوف ايه حشرة ما خاف منها جوي ومفضل حي بجد بشكرك انت عملت معايا معروف كبير جوي وعمري ما هنسلك ابدا اللي انت عملته معايا اسد قرب عليها كمان ونيمها في حضنه تقريبا وكان بيقول انا عايزة جولك انك ما تخافيش انا جنبك انت جلبك بيترحش جوي انا مش عايزك تخافي من حاجة طول ماني موجود هحميكي من كل حاجة على فكرة انا عايزة جولك حاجة كمان انت حلوة حلوة جوي وفجأة قامت من ايده بسرعة وزقته بعيدة عنها وكأنها تحولت لوحش وكانت بتبصله بكل هضب ومتدايقة منه جدا وبعدين فضلت تزعى وتقول او عتفتكر اني سهلة يا استاذ ملكش صالح بيا وانت الزيت المسنج ديها اصلا يعني انا واحدة خايفة وبترهش وترميت في حضنك يبقى تعملك دي لا انت اكيد مش متربي ومحتاج تربية بقولك ايه اوعى تعمل اللي عملته ديه تاني لا حسن هتشوف مني وش تاني اوعى تفتكر اني علشان بنت وما ليش اهل وما ليش اي حد هاكون مكسورة وتقدر تعمل معي اي حاجة بقولك ايه ملكش صالح بيا فهم انت قليل الحياة انا عمري ما كنت تتخيل اني حد يلمسني كده بص بقى انت من هنا ورايح تفضل برا المكان ده هاني موافجة اني يقعد في المكان الضلمة ده عادي جدا ومش خايفة ولا حاجة على فكرة بس المهم عندي انك تفضل بعيدة عني او ما تجيش جنبيه هنا تاني فهم ولا لا وإلا هتعرف اني هعمل فيك ايه اني اللي هرب بيك وبعدين ابتدى يقرب عليها وكان متعصب منها على الاخر وكان بيبص لها بغضب بعيونه الحد اللي زي الصقر كان بيقرب عليها واحدة واحدة وهو بيبص في عيونها بكل هدوء وقرب عليها جامد جدا لان الحيطة كانت وراها وحط ايده على الحيطة علشان ما تقدرش تتحرك منه وبعدين قرب على ودنها وابتدى يهمس بهدوء وكان بيقول اني راجل محترم جوي وما اقدرش ابدا امدي يدي على الحرمة اني ما تربيتش عليك ده لو انت عايزة تتربي اني ممكن اربيك بتروب كتير جوي بس إلا الضرب إلا اني مدي ايدي على واحدة حرمة انت موجودة هنيه ومش هتمشي منهنيه ابدا علشان تولي تلسانك واعرفك كويس جوي مين اسد السيوف ها طيب هقولك على حاجة اصلا اصفة بصراحة يعني مش عارفة اقولك ايه اصلا لسانيتة والحبتين وفعلا عندك حق عايزة يتقص بس معلش متزعش مني ممكن لو سمحت تمشيني من المكان ده بص حبسني في اي مكان تاني عادي ما عنديش مشكلة بس مكان يكون فيه نور وما يكونش فيه حشراتة بص ايدك واعمل فيه اللي انت عايزه بس بأدب اني جايبك هنيه مش علشان افسحك ولا اعيدك في مكان يعجبك انت هنيه علشان تتعقبه بس علشان تعرفي مين هو اسد السيوفي اللي حضرتك رفضتيه من قبل حتى متشوفيه ولا تقعدي معاه رفضتت جواز مني بصي باجا اني هاني همشيك من المكان ده علشان انت سعبان علي يا جوي والمكان اللي هنروحه مش هيكون فيه حشرات وهيكون فيه نور وفعلا اسد اخد جميلة على بيت بيت جميل جدا وهدي وفيه اضاءة بسيطة قديني سمعت كلامك وجبتك في دار تانية هاني مش عارف انت عاملة فيه ايه المفروض انك بتتعقبه مش رايح الساحل وكل شوية تغيري فندق عموما هتقعودي هنيه البيت كلاته متحاود بحرص يعني مش هتقداري تخرجي من هنيه متحاوليش تهرابي احسن لك وعندك كل حاجة في التلاجة ولو احتجت اي حاجة جولي للحارس اللي تحت وهو هيجيب لك اللي انت عايزاه هيكون دايما تحت امرك اه 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 اني متشكرة جوي على فكرة اه انت شكلك كده انسان طيب ومحترم وابتدت تفهم ابتدت يعني تتربى وتتعلم الادب اه اه اسفة اسفة مقصدش بس اني كنت عايز اطلب منك طلب صغنطوت قد كده اه الطلب ده بالنسبة لي اهم من الوقت ومن الشرب ومن كل حاجة هو المكان ده مفهوش اه اه مفهوش انترنت اصلا اني مقدرش عايش من غير انترنت بصراحة بقى ده لما النت بيفصل عندي انت عارف ببقى هتجنن ببقى كمان شش انت مجنونة ولا انترنت ايه لقى ده انت فعلا رايحة صيفي اني جايبك هني علشان انت محبوسة وبتتعقبي وبقول لكيه بقى انت عايزة تخرج من هنا يبقى توفجي على الجواز مني وساعتها هتخرج من هنا وهتعيش معايا في القصر بتاعي معززة مقرمة قال نت قال قادي اخرة التجليع بتاعت اليومين دول بنت اخر زمن يقطع النت عن نتيت على العين نتيته علينا خليك في حالك وما تركزش في النت ده تاني وانت زي الجمر كده وبعدين سابها ومشي لكن هي كانت بتقول يا لهوي عصبي جوي يا ساتر بس زي الجمر والعيونه حلوين جوي شبه ابطال الروايات اللي بتفرج عليهم يا لهوي على جمالك تتاكي الوكل وفجأة اسد بعد ما كان خارج من القوضة ووقف أما جميلة حطت ايديها على وشها من الكسوف جميلة كانت بتتغزل في اسد لأنه كان عاجبها قوي ودخل قلبها من أول لحظة شافيته فيها لكنها ما كانتش قادرة تأمله وأول ما سمعها ووقف مكانه وبعدين لف وشه وابتدى يقرب عليها عينه كانت في عيون جميلة وابتدى يقرب كمان وكمان وقرب جدا عليها وجميلة كانت متوترة وجسمها كله بيترهش وأول ما قرب عليها في دلواقف مكانه بيبصلها وبس وهي كمان عيونه لحدة سحروها جدا وكانت عمالة تبصله وكانت سرحانة في عينيه وبعدين قالت أوه أنت بتبصلك ده ليه يعني مقلتش حاجة على فكرة يعني يعني كنت بقولك المتينك ده كانوا يعني محشرين في زوري أصلاً صريحة جوي آه أني جعانة جعانة جوي عن إذنك وطلعت تجري بسرعة كانت بتحاول تهرب منه لأنها كانت محرجة ومكسوفة قوي من اللي قالته لكن أسد كان مبسوط وكان عمال يضحك عليها كان حاسس إنها زي الأطفال الصغيرين بالزبط ونزلت المطبخ لأنها جريت كتير في الطريق على ما وصلت للمطبخ وكانت مسكة قلبها وكانت بتنهج جامد جدا كأنها أخيراً ارتحت لأنها كانت في ضغط عصبي قوي جدا وهو مقرب منها على الآخر قعدت على رخامة المطبخ وكانت بتقول آه ياني قلبي قلبي كان هيجأف الحمد لله عرفت أهرب مني يا لهو ده زي الجمر ده أول ما بيجرب مني بحس إن روحي بتروح مني تب عامل إيه بجد الوقت هني لازم أجيب وكل أنا قلت له يعني إنني جعانة علشان أهرب منه أيوة ما نعمل إيه ما في شغل الحل ده إن أنا حاول أجيب أي وكل علشان لو قابلني في الطريق يفهم إنني كنت فعلا جعانة أما كنتش متوترة منه وفعلا جميلة فتحت التلاجة وجهزت طبق فيه أكل وكانت طلع على قدتها تاني علشان لو قابلها في الطريق يفهم إن هي فعلا كانت جعانة لكن الغريب إنها أول ما دخلت قدتها وبتبص قصادها اتفجأت أول ما لقيت أسد نايم على السرير بتاعها غرقان في النوم كأنه بقاله شعر ما نمش يوه إنت نايم هناه ليه؟ تبني هنام فين؟ دني واجع من الجوع وهموت ونام يا أستاذ أسد يا أستاذ يوه ده مبيردش هعمل إيه يا ربي دلوقت بجأ؟ ما هو أصلا ما يصحش إن يفضل مع شخص غريب في نفس الأوضة تبصحيه إزاي؟ وبعدين قعدت جنبه على السرير وكانت طول الليل قعدة جنبه عمالة تتفرج عليه وتتفرج على ملامحه ملامحه الرجلية القصية جدا لكنه وسيم لدرجة كبيرة وشعره نايم الحرير اللي كان نازل على عيونه كانت مبسوطة قوي طول الليل وهي قعدة جنبه وأول ما حست إن الجو بقى برد جريت على طول وجابت البطانية وغطت أسد وبعد ما غطته برضو كانت عمالة تتفرج عليه وكانت حاسة قد إيه هو شخص طيب ومحتاج حنية وقعدت جنبه لكنها كانت تهبت جدا والوقت كانت أخر كانت الساعة خمسة الفجر وكانت عاوزة نايم وصباح يوم جديد أما تاني يوم جميلة كانت نايمة جنب أسد اتغطت بالبطانية لإنها كانت سع عينة قوي طول الليل وغصبا عنها من غير ما تحس نايمت جنبه على السرير أما أسد فجأة فتح يونه وأول ما بصوا أصاده لقى جميلة نايمة في حضنه كان متفاجئ ومش فهم إيه اللي حصل بالزبط ويا طرق إيه اللي جابها جنبه ولا إيه اللي حصل بالهم بالليل وهو أكيد كان ناسي كان بيفكر كتير وبعدين ابتدى يبص لها يبص لها من قلبه وكمان يبص على كل ملامحة التفولية البريقة اللي شبه الملاك وقرب عليها وحط إيده على خدودها وكان بيحسس على وشها بالراحة جدا علشان ما تفوقش من النوم أما جميلة كانت نايمة والأول مرة تحس إنها متطمنة علشان كده نايمة وغرقانة في النوم وأول ما فتحت عينها بصت جنبها هي كمان اتفاجئت من اللي شافته أول ما شافت أسد نايم جنبها وحاطت إيده على وشها وبيحسس على شعرها وكمان على وشها هيدا؟ انت فكرني إيه؟ فكرني واحدة من الشارع؟ اللي حصل ده ما يصحش أبدا عني غلطانة اللي لقيتك سجعان بالليل وروح تجيبتلك البطانية وغطيتك بس ما يصحش لازم تفهم أني علي بنت ناس هقاني بنت أصول ومستحيل أبدا حد يعمل معي يجده وما يكونش حلالي بس برضو ما يصحش ما يصحش اللي أنت عملته ده جميلة كانت متعصبة منه على الآخر أما أسد ما كانش بيرد تماما كان باصص لعينيها وبس كأنه مش قادر يشيل عينه من عليها وابتدى يقرب عليها كمان وكمان وهمس فودانها وقال انت اللي جيتي جنبي بالليل بس بصراحة أنا فرحون جوي لأنك كنت نايمة بالليل جنبي بصي باجا بالليل كتبك تابع عليك أنا عايزك ريدك تكوني حلالي أسد قال لها الكلمتين دول وسبها ومشي على طول جميلة كانت مصدومة ما كانتش فهمة إزاي إزاي بالسرعة دي هتتجوزوا خلاص يعني هما الاتنين جوزهم بالليل يا دينيلا أعمل إيه بس دلوقت يعني خلاص هتجوزوا بالليل طب أني لسه ما خدتش عليهم معلفته هش كتير هو بصراحة عاجبني جوي ودخل جلبي هو حلو واسيمه زي الجمر هو عصبي حبتين بس إزاي هتجوز واحد هو أصلا خطفني طب إزاي يعني اتجوز معذبي وبعد شوية الباب خبت ودخلت الشغالة وكان معاها كياس كتير جدا جميلة استغربت وقامت وقالت خير في حاجة كمان هاني عايزة نام بجمع لما نمتش دول الليل بسبب اللي اسمه أسد بتاعك ودي قوليلي هو الكياس دي يا طرى بتاعت مين قويت قولي إنها بتاعتي ايوة بتاعتك يا ستة هانم جابهلك الاستاذ آسد وقال إن الحاجات دي علشان الستة هانم جميلة منت العروسة باجا وفرحكو هيبقى بالليل وهتبقى ليلة وولبه كمان قال إننا هنتبح كتير وهنوزع على الغلابة قال في مبروك يا ستة هانم اتفضلي فستان الفرح معاهم وأخيرا بالليل كتبوا الكتاب ودلوقتي جميلة بقت حرم أسد السيوفي أسد كان فرحان من جواه جدا وجميلة كمان من جواها كانت راضية من الجوازة وكانت حسة إنها طيرة من السعادة وفرحان إنها تجوزته وبعد ما الرجالة والمعزيم مشوا طلع أسد على قط النوم علشان يشوف عرصته وعلشان يقضوا ليلة جميلة مع بعض لكن الغريب إنه أول ما دخل القوضة لقاهمة دياه دهرها آم أني عارف إنك متجوزاني غصبا عني بس أني مش عارف أني حاسس بمشاعر حلوة جوي ناحيتك مش عارف إزاي وإمتى بس مشاعر ابتدت تتحرك انا اسف لاني تجوزتك وانت مش حابة تتجوزيني بس اوعدك انا دايما هحترمك وهحطك في عنايا الاتنين يا جميلة لانك حلوة جوي وطيبة وتستحجي الاخلاص وكمان التفاهم وتستحجي كل حاجة حلوة وفجأة لفت وشها اسداد كان مصدوم وكان عمال يبص على ملامحها كان مستهرب تماما لاني مش دي ملامح جميلة واول مركز في ملامحها عارف انها سعاد الشغالة فدلي زعق جدا وكان بيقول ايه دا هو ايه التهريج اللي بيحصل دي انت يقل لي جابك هنه يا سعاد وايه اللي لبسك لبس الفرح دي يعني مش فاهم حاجة لعب العيال دي انا ما بحبهوش جوليلي دلوقيت هيا فان اوعد جولي انها هربت لو هربت النهاردة هيكون اخر يوم في عمرك انت يا سعاد هيا فان رضي وجولي دلوقيت جولي وفجأة سمع صوتها هااااااا كانت عمالة تضحك عليه وكانت مبسوطة جدا وكانت ععملة في مقلب صغية لكن اسد اتعصب وقال ايه شغل العيال الصغيرة اللي بتعمليه دي مايصحش وانتي يا سعاد حسابك معاي اللي انت عملتيه دي هي جميلة انا مش فاهم ازاي يعني ادخل قطة انا وعروصتي الاقي عروصة تانية انا مش فاهم اللي بيحصل دي وبصي بجا انا ما بحبش لعب العيال دي وإياك يتكرر تاني يلا يا سعاد امشي من هنا خلينا اتكلم معاها وإياها تعمل لعب العيال الصغيرين ده تاني يلا امشي من وشي وفعلا مشيت على طول سعاد وهي بالفستان الأبيض أما جميلة كانت عملة تبصله وبتديت تتوتر منه مسيك إيديها وشد عليها جامد وكان بيقول ما يتكررش تاني الهباب اللي عملتيه ده مفهوم انتي مرتي والحديث اللي قلته لها ده ما يصحش ان يقوله لأي حد ولا أي حد يسمعه غيرك انتي انتي مرتي وحلالي وبعدين شالها بيده اللي اتنين وكان ماشي بيها وجميلة كانت مصدومة من اللي بيحصل معيها وما كانتش عارفة يتكررش هيلها ورايح بيها فين وكمان أسد متغاز ومتدايق منها على الآخر والحد هنا تكون نهاية حلقة النهار ده يارب تكون عجبتكم اتمنى لو عجبتكم ياريت ما تنسوش تعملوا سابسكرايب للقناة وكمان تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعار اول ما ننزل الحلقة الجديدة حابة اقول لكم ان القصة دي ضرب نار بجد مشوقة جدا وممتعة قوي والحلقات القادمة فيها تشويق كتير ومتأكدة انها هتعجبكم علشان كده متأكدة ان انتوا هتشجعوني باللايقاتي كتير وتشيروا الرواية في كل مكان علشان تنتشر على اوسع النطاق القاكم في حلقة جديدة يا اجمل اخوات في الدنيا مع السلامة